أحمد سعد بعد سرقة مجوهراته فلوسي وألمزاتي راحت ما تبصليش تاني احنا شأيا مين كشف الفنان أحمد سعد تفاصيل سرقته في مطار ميلانو بإيطاليا خلال حضور حفر نجل الأعلامية بس ما وهبة مشيرا إلى أن حقبته كان بها عدة ساعات عزيزة عليه وبها ألماس وهدايا ثميلة بجانب العقدة الذي ارتداه في الحفر ولفت به الأنظار وتحدث أحمد سعد عن المقتنيات التي فقدها قائلا الخسائر ولا حاجة من النعم اللي ربنا ادها لي منها أول ساعة جبتها في حياتي ساعاتي وألماضي اتسرق وشنطتي كلها راحت في مطار ميلانو زعلت على أنت الحاجة المادية والمعنوية فلوسي اللي فاتت راحت الناس ما تحبينيش تاني اللي فات ضاع أنا لسه ببتدي من جديد الناس قعدت تقول أحمد لابس الشبكة أهي راحت الشبكة مش هتبص لبعض هنبص البعض ليه ما احنا شايا نيني ترجمة نانسي قنقر